أخبرنا نهاردة ما حضرتكم باستقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة للأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية ده كان بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية وسفير أسامة نقلي السفير السعودي بالقاهرة السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن وزير الخارجية السعودي نقل للرئيس تحيات شقيقه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية وأكد على عمق العلاقات التاريخية اللي بتجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعيدة وأيضا مواصلة مسيرة العمل المشترك والتنصيق المكثف مع مصر تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية من جانبه طلب الرئيس نقل تحياته إلى شقيق جلالة العهل السعودي وسموه ولي العهد وأكد الخصوصية الاستراتيجية اللي بتتسم بها العلاقات المصرية السعودية لما تمثل من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية بأسرها لسيما في ضوء الظروف الدقيقة التي تمر بها الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها ترجمة نانسي قنقر